تلقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية قبرص كونستنتينوس كومبوس وأكد عبدالعاطي خطورة التطورات المتسارع التي تشهدها المنطقة وأهمية العمل على تكثيف الجهود لتجنب تصعود واترة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة كما أطلع نظيره القبرصي على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية مؤكدا رفض مصر للسيادة لاغتيالات الإسرائيلية وانتهيك السيادة دول المنطقة